أعلن السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تجشين خدمة إصدار شهادة الفحص المسبق لفيروس كورونا عبر تطبيق مجتمع واعي للمسافرين من مملكة البحرين إلى دول العالم وضحنا أنه قد تم إتاحة الخدمة الإلكترونية الجديدة عبر النسخة المحدثة من تطبيق مجتمع واعي وأن هذه الخطوة قد جاءت في إطار تنظيم إجراءات السفر من المملكة إلى بقية دول العالم عبر إصدار شهادة بي سي آر وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه يمكن إصدار الشهادة بناء على آخر فحص نقام به مقدم الطلب فقط مع اشتراط أن تكون نتيجة الفحص سلبية ولم تمضي على فترة إجراء الفحص أكثر من شهر وقال القائد إن شهادة بي سي آراء الإلكترونية تعتبر شهادة رسمية ومعتمدة في مملكة البحرين ولا تتطلب الحصول على التصديق من جانب الجهات المختصة ويمكن للمسافرين من البحرين عرض الشهادة الرسمية والمعتمدة عند منافذ الدول عند الدخول مع ضرورة مراعاتهم لفترة اعتماد شهادة الفحص المسبق لفيروس كورونا في الدول التي يسافرون إليها ترجمة نانسي قنقر